مرحبا بكم مشاهديين الامب تيفي في هذه الحلقة مبير روت اليوم أحاول فيها رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطي أهلا وسهلا فيك رئيس أهلا وسهلا فيك هناك كثير أمور اليوم ما نحكيها وفي ما نحكي أكيد عن شبك الدعم يلي هلأ بتهم كثير الناس اللي حبين يحصلوا على مساعدات وبحق لهم يحصلوا على مساعدات بس رح نبدأ من اليوم العالمي لمكافحة الفساد يلي بصادف اليوم درت تكافح الفساد من خلال موقعك بالتفتيش المركزي طبعا سؤال مهم وسؤال كبير أول شي تنقدر نكون عم نوصل لمكافحة الفساد كان يقضي أولا تعريف الفساد معرفة مكامن الخلل الموجود بالعمل الإداري ككل حيث يكمل الفساد هو أهيان تشوف وين ما في خلل أهيان لك يمكن بس بنفس الوقت لما بتلاقي الخلل بدك تلاقي كيفية معالجة هالخلل لنكون عم مكافحة الفساد أنا قلت قبل بمرة أن المكافحة الفساد شي عار ولكن العمل لإزالة هالفساد هو مسار مسار وبده منهجية وستراتيجية لها السبب استرزاني نحن عمدنا مع خبراء جديين بمساعدة إكسبرتيز فرانس أنه يكون عم نحط استراتيجية خمسية للتفتيش المركزي من شأنه أنه تكون عم بتزلل هالعقبات هالخلل اللي موجود بمختلف الإدارات العامة لنقدر ننهض بالعمل الإداري وإخر المطاف نوصل الخدمة العامة للمواطن وهذا هو الهم أنا أعتبر عندما تصل الخدمة العامة للمواطن بشكل أمين يعني بكرامة للمواطن بدون ما يكون عم يدفع عليها رشوة بدون ما يكون عم يدفع إكرامية بدون ما يكون عم يطلب مساعدة حدا بيكون الفساد زال هذا إذا أريد أحكي مثل ما أقوله ببسيط العبارة شفت بشي بيشوفوا المفاتشين أو المرئبين تفتيش المركزي مكمد فساد معين بيوصلوا لك بيعملوا تقرير تشتغلي عليه يجيك اتصال من سياسي رئيس هيدا بيخصنا هيدا طنش عنه هيدا مرئنا إيها هيا بتصير مع مين نحنا بلبنان مع مين معك أبدا ما بيتصلوا بغض النظر هنحكي عن الشق اللي بيتعلق فيهم اللي بيتعلق فيهم بيتصلوا أهلا وسهلا لدينا جواب كتير مهم إن شاء الله على خير وهيدي كلمة على خير تعني الكثير هيا بتقول لكل حد لأنه عن جد الحق منه ملكي ومغافي بيسمعوك بيعرفوا بطير ومجربين مجربين وبيعرفوا إنه ماكسموم الكلمة الأدبية اللي فيها هيكي نحنا عايشين ببلد بنعرف بعضنا كلنا سوا إن شاء الله على خير وهذا الشي اللي عم بقوله بقصده ولا مرة بتدخل ما عم فتش هو ما عم بيعمل تقرير أو بنتيجة معينة لا أقل لك ليش لأنه الغاية القصوى هي إنه نحنا بدنا نكون عم نكافح ونلاحق كل الأشخاص اللي عم بيعبثوا بأمن وهنا الناس فبالتالي ما ممكن نكون عم نساوم على هنا الناس كرميل نرضي مين مكان يكون وبأي ظرف كان بعد في سيئسين بيتصلوا هلأ بهذا الظرف بعد 17 شرين تحديدا نحنا بلبنان أنا بقول لك ليش نحنا بلبنان نظام خلينا نقول نظام ضيعة الكل بيعرف الكل كله بيفكر إنه لازم له واسطة أوقات كتير بيكون الاتصال كرميل إنه لحماية هالإنسان يلي افترضنا مبعوط وراعه طريقة عشوائية بالعكس نحنا فيه استراتيجية بشغلنا ولما بيكون في عندك اليوم منهجية المفاتشين كلها عم يتدربوا عليها وهلأ بقول لك أي عناصر التدريب عم ناخد اليوم العمل بيقتي ضمن إطار الأصول والقوانين للمعارية الإجراء بتعرف قده في ضمانات للموظف عندنا فيني قل لك الضمانات الموجودة للموظف هلقد مهمة لدرجة إنه بتعيق أوقات عملنا السريع بالتحيات غير الاستجواء عندك إبلاغ المآخذ يلي بس تبلغه المأخذ له حق يرد عليه وإنت بك ترجع تعمل تقييم لإبلاغ للمآخذ اللي رد عليها والردود اللي هو بيظهره كمان فيها تكون محقة ببعض المطارح ونحنا عنا اليوم أكبر ثغرة بكل التحقيقات فيني قل لك شو هي عدم موضوح المسار الإداري للمعاملات بالإدارات العامة شو من ناحية النصوص يعني؟ من ناحية النصوص إذا النصوص واضحة بيكون التعميم مش كتير كافية إذا التعميم كافية بيكون تطبيقة بمختلف الإدارات ضمن إطار المدرية العامة الوحدة مختلف وهذا الأمر هو اللي بيشكل خليني قول ملجأ للمحقق معه ضمن إطار مخالفة معينة الكل اللي صار بالبلد بإخير سنتين هيدا عرقلكم شغلكم أو سهلكم شغلكم أنا أعتبر الوزير أو الموظف أو مما كان صار يعتلهم أو لا صار مش فريني معه أكتر نعم خليني قللك هون في عنا شغلة كتير مهمة بأول فترة الكل صار يعترهم واليوم نحن اشتغلنا كتير مهم بأول فترة خليني قول رقبية جيدة جدا إلى حين وصول إلى أزمة كورونا والأزمة الثانية اللي هي العلاقة بالمؤدرات المالية اللي شلت الإدارة العامة ككل ولكن بقللك شغلة بس أنتو زيت شغلكم وانتجيتكن ببعض كورونا عملته بالعكس لإلك ليه لأنه نقلنا نقل نوعية من رقابة تقليدية بتطلب خليني أقول بتطلب ظروف معينة وبتطلب مشاءات لتوصل فيها لنتيجة والنتيجة بتكون هي مقاصصة موظف أخل بوجباته ولكن لا تصلح ولا تصحح المسار ولا تزيل الفساد من المكامن التي ما عاش عاش فيها إذن اليوم نحن اشتغلنا على رؤية جديدة يعني عمرك طويل كل اللي أنا استعرضته هلأ أنا وياك هو أنا بسميه الماضي الماضي من أسليب الرقابة التي لم تصل بالبلد إلا إلى ما نحن وعليه اليوم يعني عم بؤس لم يستثمر أحد بكل الأجهزة الرقابية سابقا من 30 سنة واليوم بقول لك أنا كل الاستثمار اللي صار وكل التعميم اللي صارت والتوصيات والقرارات الصادرة عن التفتيش مركزي أنا أحصيتها أنا اشتغلت سنة الماضية بجمع 20 سنة من قرارات هيئة التفتيش المركزي وحوالت دقيقة وحللها واشتغل عليها ونعمل مثل ما بقوله نوع من تقارير بهالموضوع تعرف كم ألف توصية مرسلة بقرارات هيئة التفتيش المركزي إلى الإدارات غير منفذة تعرف كم أرارات مرسل إلى النيابات العامة للملاحقة وبعد اليوم نظرا للمسال القضائي القوات اللي يطول لم تعد النتائج وبعده الملف بيكون صار عمره 10-15 سنة بعده معلق لمحاسبة الموظف تأديبيا إذن هذا الأمر أنا لقيته بصراحة في موظفين يمكن بيتوفوا قبل ما يطلعوا على التقاعد وما من يكون لحقنا نعالجوا نوضعوا لتأديبة ولكن برجع بقول لك ما في شيء عم بيروح نحن ببعض القرارات كنا مقدمين بالهيئة واخدنا قرار حجز أموال شخص توفى كرميل تورسته يكونوا عم يسددوا حق الدولة المهدور قبل ما نكون عم نرفع تجميل العيقرات أنت كأنه المسار اللي كنت موضوع فيه شفت أنه مانك قادر تعمل إنجازات كبيرة مانك قادر توقف بوجه الفساد رحت على طريق آخر عبر منصات عبر كذا عبر يعني وضع إطار لمنع الفساد رؤية أكتر من أنه محاسبة الفسادين اللي تفضلت فيه صح بشكل كتير كبير بس ضمن إطار رؤية متكاملة نحن اليوم كتبنا نتيجة أول سنة اشتغلنا فيها بالتفتيش 2017-2018 نحن عملنا 498 جولة تفتيشية على كل الإدارات العامة بتصور كان الوضع ناشط جدا على مستوى عمل المفتشيات العامة ككل ضمن إطار الإدارات كان عندك نقص بالعديد وبعد لليوم النقص وما زاد العديد بس نحب قلعك وهي ده اللي اليوم بدي أدوي عليه إذا أنا اليوم بدي أطلع على عديد المفتشيات العامة خلينا أخذ المفتشيات العامة الصحية نحن اليوم بوضع كورونا عنا طبيبين صاروا طبيب لأنه دكتور عبد النصر مصطفى طالع تقاعد الله سهل هلأ نحن اليوم بطبيب واحد بنرقب كل كتاع الصحة في لبنان هيدا بيروح بيعمل جولات طبعا هو الطبيب الميداني اللي بيفوت ع كل المستشفيات وبرائب كل وكيف بيروحوا المفتشين بسيارتهم نعم بسيارتهم الخاصة لهالسبب نحن صارنا أكتر من 7-8 تشهر عنا مشكلة كبيرة بها دكتار اليوم استعمال سيارات نحن معنا فاتور ديو سيرفيس بالإدارة المفتش بيستعمل سيارت وكنا نكون عام بصراحة نعطيه تعويض 197 ليرة بالكيلومتر وانا بعرف حتى ما قبل الانهيار المالي المفتشين كانوا عم بيحطوا من جايبتهم بصراحة لانه اليوم استهلاك السيارة منه بنزين بس هو استهلاك بحد زاده بس برجع بقلك هدا كله أمور هل قد الشباب محمسين ليكونوا عبير موطن بعدهم محمسين بصراحة بصراحة بقلك فيه أزمة كتير كبيرة نفسية عند الكل فيه أحباط ولكن برجع بقلك فيه حماس للرؤية الجديدة سنكون وقعين اليوم إذا رح شفته موظف عم بيرتشي يمكن تقول له هذا ما عايشه مليون نصف مليون ليرة مش هكفي ممكن معلاش يزمت لا يمكننا نبرر هذا الموضوع لأنه اليوم أنا بدي أقولك نحن عنا كتير موطن بس لنفتش قادر يكون هالقد حاسم واجازم مع أي موظف مرتشي مثل قبل بيظل هذه الظروف بدي أقولك شغلية شيء كمان وأكتر لأنه اليوم بين هنالين الوضع السائد اليوم بالإدارة العامة طبعا في موظفين خلقين كفوقين ننحن قدامهم ولكن في أشخاص مستعملين اليوم الوضع ومستعملين الظرف ومستعملين اليوم أوقات الأضراب اللي أعلنت عنه الرابطة كرمالتا يكونوا عم بيفتحوا دكاكين هؤلاء صغار النفوس عم بيفتحوا دكاكين صغير بالإدارات العامة كرمالية بتزوى المواطنين ما حدا يفكر أنه ما بنعرفهم اسم اسم ولكن المشكلة لعنا أنه مش هم نقدر نكون عم بيفتحوا بتناعمل تحقيقات نظرا للأوضاع المفاتشين والأوضاع المادية واللوجستية عنا بتفتيش المركز اليوم بروح لهون واليوم بروح لهون صراحة عم بطلب منهم بالتمنى ويمكن أنت هالشي يعني بعتذر يعني عم بحكي به الموضوع بس كمان هالشي ع حاضرتك يعني اليوم من بيتك لمكر بتفتيش المركز مش ورين ثلاثة راح المعاش متسأل هيدا الموضوع يعني مش عم نحكي فيه نتيجة برجع بقلك حماسنا للرؤية الرقبية الجديدة اللي بدت ابني لبنان للمستقبل بس بدي أقلك على كلمة بارح طلب من خمس مفاتشين مع المفاتش العام يلي بينزلوا من ترابلوس ومن الكورة ومن البترون ومن برقاشة نزلوا الشباب على إدارة معينة جولة تفتيشية قد ما سمعنا فيها أخبار وصار عنا مثل ما بقولوا زوادي محرز فيها بس أنا بدي أقلك شغلة ويعرف كل شخص ما في شي بروح هالمعطيات اللي عندنا إياها رح نكون عم اللحق فيها يوم من الأيام بس تتصلح لأمور شوي اللوجستية عندنا ولكن كل من عم يبتز المواطنين عندنا اسمه بنعرفه في موظفين أنا عم بقلك إياها بيظهروا معهم خمسة عشر عشر مليون ليرة بالنهار من الإدارة في ناس بيطلبوا ألف دولار فراشتة يعملوا معاملة معينة في ناس بيطلبوا نسبة معينة على رقم العقاة هل بتعرفوا فيهم شو عم بتعملوا حاليا عم نقرشف هالمعلومات لحتى نمكنها نمتننا عنا معلومة عنا حالة معينة قدرنا ننهي سيما بتحولوها للقضاء لأنه هيدول نحنا بنعمل فيهم تحيقات أولية عجلة في شخص سجله إله إنه عم بيبتز المواطن بيطلب فراش هيدا المواطن قدر سجله أوضعنا هالتسجيل بالتحقيق اللي صار قدرنا نكون عم نثبت وهيدا الأمر صدر فيه قرار يحقلت عني بالعامة وعلى هيئة العليا التقديم وبيضل بوظيفته لا تحول على هائلون التقديم لا يطلع فيه قرار عزل أوصرف إذن في بعض الحالات قدرنا نجوز فيها فيه كتير هلأ قرارات نحن أخدناها عيقبنا فيها موظفين أقصر عقوبية الإدارية كلها عم نشارع على الويب سايت أنا بدأ المواطنين يكونوا عم نفوت على الويب سايت بصراحة وما بدي فوت بالتسمية بس فيه إدارة رسمية خالية من الفساد بصراحة لا لا ما فيه لحقلك ليش إذا بنحكي اليوم إدارة خالية من فساد معنات أنه نحن عم نعطي حق المواطن بالخدمة العامة على أكمل وجهة وأنا بقول لك شغلة هيدا مثل ما بقوله It's a long journey هيدا مسار طويل نحن بدنا يكون عم نتحدى فيه كل الظروف لنقدر نبنية وهيدا اللي عم نحاول نرسيه إذا بدك من قواعد المبادئ إطلاقا من تجربتك قدرين نوصل ليوم نكون فيه لبنان خالي من الفساد نعم قدرين نعم بعطيك مثل تفضل شو صار معنا بموضوع برنامج اللقاح الوطني وضعنا منصة رقبية الوزارة نفذت برنامجها على هالمنصة رقبية بس نقول اليوم برنامج نفذ على impact كمنصة رقبية بتبتيش مركزة معناتها عم نحكي عن values عم نحكي عن مبادئ هالمبادئ اللي عم نحكي عنا هن عدالة مجتمعية مساوية في التوزيع شفافية أمن وخصوصية البيانات وعم نحكي عن مسائلة وهون بسألك بتتذكر التقارير اللي كنا عم نصدرها أول ما بلش الvaccine program كل يوم رابار وقت اللي اقتضى الأمر نسمي أسام المستشفيات واللقاحات لانعملت خارج إطار المنصة بشكل غير شرعي سمينا الموضوع وعملنا ضغر التحقيقات اللازمة سرعان ما حطينا كل هالمعطيات بيد صناعي الكرار الوزارة المعنية واري أسمش وزراء عدلنا وصوبنا كل الخطوات التنفيذية ونحن اليوم بشهادة الكل أفضل برنامج لقاح وطني بكل المنطقة مش بلبنان بكل المنطقة هيدا الموضوع نتيجة شو؟ due diligence اللي عاملوا التفتيش المركزة على منصة رقبية بطبيبين في المفتشي العام الصحية بوجهلوا انتحية مع المفتشي العام الصحية كانوا عم بيشتغلوا يوميا تقارير كنا عم نرائب على داشبورد شو داشبورد يعني كل النتائج اللي عم تسير كل مراكز التلقيح كانوا موصولين رقابية موصولين تقنية ومعلوماتيا بالمنصة كنا عم نعمل الرقابة الرقمية وهي اللي بدل لك ياهو نحن قدام فاز جديد اليوم نوع جديد من الرقابة رقابة رقمية تبين الأمور التي لا نراها بالطرق التقليدية يعني الحال بالزهاب إلى نوع من حكومة الإلكترونية أنا خليني خليني أقول على مستوى نعملنا الحوكم الإلكتروني مش الحكومي يعني جود جوفرننس نت جود جوفرمنت الجود جوفرننس سيحل لك شو بتفيد الانريل تايم أوفرسايت يعني الرقابة المتزامنة مع التنفيذ بس أنتو نقطة ببحر بس خليني أقول لك هلأ ذكرتني بس أنتراز قالوا لكل اللي اللي عملتي بحياتك ساعدت الفقرة كوزة وطلع نقطة بالبحر قلتلوا ها ديو ديليجنس للبروغرام تبع الفاكسين بكل لبنان أنا بدي سألك سؤال هل تتخيل كان اليوم شهادة الفاكسين تعترف فيها بكل بلدين العالم نحن اليوم رايحين على مطرح من هلأ لأسبوعين رح تسمعوا مفاجأة سارة جدا أكتريت العالم رح يكون يعترف بالسورتيفيكات الصادر عن الوزارة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية وبنفس الوقت الكو أر كو الصادر عن وزارة الصحة نتيجة تفتيش مركزي على منصة رقبية بس مع هذا وكله هذا إنجاز يحسب لألك وأكيد لكل الفريق ما بدي لألك كل الفريق أنا زرتكم مرة وشفت كل فريق العمل هو أغلبيتهم من الكتاع الخاص شباب جامعيين شباب جامعيين بيكبروا القلب في نقل لك اشتغلوا معنا بأصعب ظروف استزداني وقت لطلعت معك وقت العائلات الأكثر فكرا نوصل لكل البلديات في لبنان تنرأي بالقرارات البلدية اللي كانت عم تتخذ كرمال مكافحة جائحة كورونا الصريب الأحمر اليوم كنا عم نقدر نعمل رقابة ما إذا كان الصريب الأحمر عم بيتلبي يعني عم بيقدر يلبي طلبات المواطنين من خلال الأكسيساريز الموجودة كانت بمختلف البلديات كنا عم نقدر نكون عم نربط مختبرات اللي عم تعمل الكوفيد تاست على المنصة نقدر نوصل لكل البلديات عبر نوتيفيكيتور أنه في عنا أشخاص واصلين على كورونا لازم يعنى بحجرهم دورنا الرقابة كان عم بيتمارس مع التعاون مع وزارة الداخلية أنا ذاك مشكورة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية شفت بأم العين كما بيقولوا أستاذة جماعية ومع طلاب ومعظمهم عم يعطوا من وقتهم عم يعطوا من جهدهم من خبرتهم تشتغلوا على الشغل مجانة شو اللي بيخلوني يعملوا هالشي بدي أقول لك شغلي اليوم هيدا الأمر هو كيف فرصة كمان تنشكروا ونواجهروا التحقيق أكيد أكيد أنا ما فيني أقول إلا أنه أدموا أدموا ما لا يمكن أن يحسب ويحسب على مستوى الأمور الأرضية أدموا عن جد من صح لأنه نحن بوقت اللي كنا عم نروح بكورونا تعرضوا حالكم نصبنا عرضنا حالا ولكن كان في عنا هم نحن مثل المسايفين الصحيين يلي عم يشتغلوا بمستشفيات عم يعرضوا حياتهم للخطر أولادهم ولكن كانوا عم يعملوا واجبهم ونحن كنا عم نعمل واجبنا اليوم عملنا واجبنا وقت اللي أيضا خليني أقول لك من بعد انفجار بيروت قدرنا نعمل أحصى لكل الأضرار التي أصابت الأبنية الحكومية وهيضا الأمر بالتعامل مع وزارة المهجرين مشكورين فرق الهندسيين فيها مدرية المباني بوزارة الأشغال والمفاتشين العم الهندسية دورة تفتيش المركز التنسيق بين مختلف الإدارات لأعمال مشتركة تحسين أسليب العمل الإداري إعطاء المشورة للسلطات الإدارية عفوا أو بناء لطلبها هو بالتالي ملء وصلب مهامنا الرقابة والتوجيه والإنماء الشعارات الثلاثة اللي وضعت عقية من رئيس شهاب إذا ما عندك رقمنا أدرين بعد تستوعبو إدارات أخرى على المنصة طب نحن عم نشتغل مع أكترية الوزارات اليوم عملنا مع وزارة المهاجرين كالجنة تنمية رفية عملنا إذا بدك أهم برنامج نفذناه أيضا نفذته الوزارة عنا على المنصة نحن عملنا الرقابة على هالمعلومات واليوم عم نشتغل مع مختلف الوزارات كرميل نعم البيانات المحصات من السلطات المحلية البلديات وهون أنا ما ننازع عن انتخابات عم بوجه تحيي للبلديات لأنه لم تقتصر على دورة الخدمات الداخلة ولكن نرتقت إلى مستوى رسم السياسات والمشاركة برسم السياسات العامة في البلد من وراء البيانات اللي حطتنا إياهن عم مستوى الواقع التعليمي والصحي والبنى التحتية والكهرباء والمياه والطاقة نحن نطرين لـ 2020 2021 كنا نجمع هذه الداتا اللي بدأ فيه بلد العالم عنده هذه الداتا مش مهم تجمع مهم اليوم هالداتا اللي موجودة هي تصلح لأن تقارب مع الداتا اللي موجودة بالسلطات المركزية يعني اليوم خليني أخذ على مستوى وزارة الصناعة واليوم كمان عم نشتغل هالشغل مع وزير الصناعة وكمان بوجود التحية عنا اجتمع قريب معه نحن اليوم عم نطلع في مصنع يمكن موجود ببلدية معينة وشير له إذا بتطلع على المستوى المالي ما قلو وجود إذا مطلع على المستوى داتا وزارة الصناعة يمكن مش نصرحين عنه اليوم هيدا العمل بحد ذاته يعني بيشبك إذا بدك مجمل المعطيات وبيخلي الأمور تكون أوضح اليوم ما بقعد في عنا تهرب ضريبة نقدر نكون عم نكمش كل الأمور ما بقعد في حدا نقدر يكون عم بيفتح بدون توجيه معين بدون السلام هذه المعلومات بتصرف عامة الناس الإنجاز اللي عملنا بشهر 6 2020 تنفيذا لحق الوصول للمعلومات هالقانون يلي ده الحبر على وراء ده الحبر على وراء للأسف هلأ أعطيك معطيات نحن نتيجة تقرير لليوم عم أطلقناه اليوم إيه للأسف في كتير حبر على وراء بهالقانون ولكن نحن سبقين وبدنا نكون عم نكون داعمين لكل الإدارات تنشر بيانات مفتوحة الأعمال التي يوجب القانون أنه ننشرها نحن عنا شيء اسمه impact.gov.lb open data مين ما بيحب يفوت بيقدر يكون عم بيشوف كل التحقيقات لأجرها التفتيش مركز على صعيد الفاكسين live dashboard يعني حركة حالية آنية اثنين هلأ Russian card Russian card فيك هلأ تعرف تفوت اليوم بطاقة تمولية شو عم بيصير فيها أعداد وكل التفاصيل بتصرف الإعلام بتصرف الباحثين الطلاب استاذ داني استراتيجية لحطة التفتيش المركز فيها فيها عمود أساسة هي بناء ثقافة إشراق الإعلام والمجتمع المدني بالرقابة آخر مطاف بدنا نطلع من السنديق الورقة المخبية بالجوارير وما أحدا بيشوفهم لا صرنا بدنا نشارك الكل ببقى في محظور ببقى في مثل ما بقوله شيء هيك مع كل هذا اللي عملته تعرضت لإنتقادات تعرضت لك إخوين وهالي المعلومات من رواعا بتروح وشفنا سيناريوات هيتشكوكية صح؟ فيني أقول لك المعلومات الأكثر حماية في لبنان هي المعلومات الموجودة على المنصة واليوم أصبحت المعلومات بأجيره ضمن إطار حماية عالية من ناحية الأمان السيبراني وأكثر من ذلك بقول لك نحن اليوم في شركة ثالثة تسمى ثورت بارتي مختصة بأمن وحماية البيانات وآلية الحماية تجري رقابة آنية وتصدر تقارير وننشر هذه التقارير للشفافية على الويب سايت وهذا الأمر بقول لك نتيجة هذا العمل وبالتعاون مع تقنيين أجيره والتقنيين تفتيش المركز نخلق شيء اسمه ناشنل داتا سنتر بأجيره اليوم هالإيكوسيستم إذا بدك محمي بفايروول محمي جدار حامي محمي بتقنيات بيسموها تقنيات تشفير يعني انكريبتد انكريبشن سيستم وهيضا الأمر كمان في عنا بام تعرفوا البام أنا عم بحكي أمور تقنية التقنية دارفون أكثر مني نوضحها بس للرأي العام البام سيستم معناتها إذا حدا يفوت على الديتابيز بدي يعمل أي تعديل معين تسابورد السيستم النوقات بيقشط السيستم كله بيكون مسجل وهذا التسجيل لا يمكن لأحد أن يغير معالمه إلا ب رقم سر هالرقم سر رح يكون موزع إذا الله راد على أربع جهات أجاره تفتيش المركز زري أس مش وزراء وجهة أمنة هذا الشي اللي هلأ ما عم تعمل وزارة الصحة لشانا يجد عطوة مبارح بيبيان كون إلى تعديل الألية التي اعتمدتها على منصتها تماشيا مع معيير أمن البيانات طبعا هلأ منواجبنا الرقابة هذا الموضوع ولكن الوزير عم بيعالج الموضوع منذ اللحظة الأولى نحن تبلغنا هذا الموضوع كشكوى الساعة 12 بالليل كانت الساعة 8 على مكتبه وبالتالي هذا الأمر مش بس بلغتوه عبر الإعلام لأنا الإعلام عملت توضيح لأقلك ليه لأنه إذا بتتذكر شو صار مبارح اجي صار في حالة إنكيماش على تعبئة البطاقة التمولية على المنصة وأسئلة عنا مركز ربك الشكاوي 1747 فين يقل لك ورد له 1500 اتصال يعني نحن بخطر فاضطرات أن يكون عم تطلع بيان توضيح يا كرميلي العالم تعرف نحن مضبوط برنامج اللقاح الوطني اللي عم بتنفزه وزارة الصحة على منصة إمباكت عم بتنفز ولكن هيدا البرنامج بالزيد اللي هو إله علاقة بالباس يعني المطبق على المطبق من وزارة الصحة ولكن بالمدرية عم تطلع المدني لا علاقة لإمباكت فيه تطمئ يعني تنطمن قلوب المواطنين أنه نحن بخير بس لماذا ما أقلكم علاقة فيه لماذا أعتمدوكم هيدا الموضوع هيدا الموضوع بصراحة ما عندي جواب قلوب هيدا يعني برسم الوزير نحن رح نحكي عن البطاقة التمويلية اللي بتهم كتير من رأي العام ولكن نتوقف عن الصراحة مع الإعلان نتابعا بعد بيروت اليوم نتابع بيروت اليوم مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جوجعطي حكينا عن المنصة وحكينا عن الجنود المجهولين إذا فينا نقول اللي وقفين خلفها هايك رح نشوف هلأ فيديو هو تحية لقلون صح لكل هالفريق اللي اشتغل والبساها له التحية رح نشوفه مع كل المشاهد طاقة من الخبرات أكيد رح نشوف الفيديو سرعه موسيقى صار لي بشتغل موسيقى 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 هل قد بيساعد ما توقعت أنه قدر أعمله في لبنان أهم شيء الفاكسين وقتا كل العالم بتشوف أنه عنجد أنت عنجد أنتو عملتوه ايه مزبوط تبدو عمل من مين هل عامين نحن بالتيم تقريبا على الليلة التيم الباك عندي اللي أنا هم بشتغل معه نحن تقريبا خمسة أو ستة أشخاص بس أكيد نحن مالتو بالتيم تقريبا جلتين شخص امباكت هي اليوم المنصة الإلكترونية الحكومية الأولى بلبنان ومن هون فينا نعتبرها بداية الإصلاح يلي كل العالم نطرته كمجتمع مدني وكمانا جهات دولية أكثر بروجات اشتغلت عليهم هي أول شيء بروجات تبع الكيرفيو الإزونات للخروج فأي كان بروجات كتير مهم لأنه كنت عم شوف كيف الناس كيف ساعد الناس حتى يدروا يظهروا وخصوصا إذا حدا بد يروح على المشفى بد يروح على السيدالية بوقت التعبق العامة كانوا قدرانين يظهروا من وراء الويب سايد طبعاً اللي اشتغلنا عليه للمهار يعني كل الداتا كانت كاليتاتيف أشياء بشرية ناس نحن موحدين بهالهدف هيدا وبهالفجين زيتا يلي هي بدنا نحسن ونوقف مؤسسات الدولة وهيك لازم الشعب كمان يشوف ذات الشيء ويشوف المؤسسات ويشوف أنه عنده ذات الهدف أنه نحن ممشوفها نحن لا كام هندسين تبع التكنولوجيا للبلد صراحة عمل جبار وبيتهنوا عليه يعني أساديت جامعات وخارجين جدد ويمكن أصلا في بعناتهم طلاب يعني منكرر تحية لأ بوصف لك يوم بكلمة ثروة لبنان الحقيقية هن الشباب اليوم شباب جامعاتنا أنا كتير مبسط أنه تعاونت معهم أنا تعلمت منهم وبنفس الوقت خليتهم ينخرطوا بالفكر الإدارة العام نحن عملنا مع اليوث for governance أيضا عمل جبار موجود على الويب سايت نزلوا عملوا 1076 سورفي مع المواطنين رأيهم بالإدارة العامة شو ما شكلهم بلس راحوا على الإدارات العامة عملوا سورفي مع كل الإداريين ضمن إطار أكتر من 17 إدارة عامة أخذوا الفيدباك عن وضعهم للإدارة وشو ما كان من الخلل وبنفس الوقت رجعنا عملنا سورفي شو رأي الإداريين بالتفتيش المركزي كان بدي أعرف أنا اليوم كمان وضع وضع التفتيش المركزي بعيون الإداريين هل نحن سوري بس من خوف الإداريين أو نحن أداة للمساعدة النظرة التفتيشية الجديدة اليوم الرؤية الجديدة هي أن التفتيش المركزي بدي يكون عم بيتعاون مع الإدارات ما بدون يخبوا علي المعلومات بالعكس بدون يظهروا كل شيء لنقدر نكون عم نساعدهم بيرفع مستوى هنا الإدارة والperformance لوصولا إلى كثير مهم الناس اللي عم يستخدموا هذه المنصة يعرفوا أنه مين وقف وراها ومين عم يشتغل وأنه مجموعة من المتطوعين حكينا عن الخطة بأول الحلقة خلينا نفصلها سريعا للخطة اللي وضعتها طبعا اليوم لنكون عم نعمل خطة إصلاح بدأت تكون متكاملة أولا الشخص المريض بيروح بيعمل فحوصات بيعمل سكنر بيعمل ير ام إذا طلع معه مرض خبيس بدي يقول أنه هيدا مرض خبيس لأنه إذا لأ بيعطوه حبتين باندول وإذا طلع مرض خبيس بدنا نقول إذا استقصال جراحة نفس الشيء إدارتنا ما في حدا بيقدر يختلف مع التاني اليوم على أنه نحن بيوضع مأساوي وهالوضع المأساوي بدنا نحلله شو سكنر تفتيش الشامل عملنا اليوم أيضا برنامج علم إمباكت تسمعناه التفتيش الشامل يلي هو ويلي هو طلبنا من كل الإدارات العامة عم تعطينا المعطيات اللي عندها وفق الترتيب المسبق اللي نحن بكون حضرناه على مختلف خليدي نقول على مختلف الأصعي معلومات عامة عن الإدارة الهيكلة النصوص الأنونية والتنظيمية البناء والموجودات اللي جان الموارد البشرية اللي عندهم المعاملات وسائر المعاملات الأرشفة التخطيط الاستراتيجي هون مثلا بفتح برانقلات تعرف أنه أكتريت الأجوبة بالإدارات العامة ما عندهم تخطيط استراتيجي وهذا بحد ذاته منه خلل أنا ما عمدين بالعكس صاروا يعرفوا أنه نحن اليوم عم نوقف حد الإدارات لنكون عم نتساعد سوا لهالسبب أنا اليوم ذهبت وضعت استراتيجي تكون أنا كجهاز رقابة سباق أني حط استراتيجي للرقابة حتى للنهوض بالإدارات ما هذا واجبة بنفس الوقت الرقابة الداخلية تعرف السيد داني أنه ما عنا رقابة الداخلية بمفهوم ونحن اليوم عم نتدرب مع إكسباتيس فرنسو الخبراء اللي بعطولنا إياهون دربنا مفاتشيننا ليكونوا عم بيخدوا شهدات بشيء اسمه التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي عملا بالإنترناشنال كريتيرياز الإي آي آي كريتيرياز وهيضا الأمر عم بيساعدنا أنه نقدر نكون عم نضوي على مجال جديد ما كنا بنعرفه مش بس تحقيق لما بيصير فيه خلل في شيء اسمه ريسك منجمنت أنا بدي أعرف فيه إدارة المخاطر في مختلف الإدارات العامة هالمخاطر لما بصنفها مسبقا بقدر أسعى هالسنة إلى معرفتها إلى تداركة وإلى معالجة معالمة أيضا خلني نقل لك نقطة تاني غير التفتيش شامل اليوم عندك كمان العلاقة مع المواطن تكنولوجيا المعلومات قانون الحق بالوصول إلى المعلومات والإدارة المالية هالإستمارة بلشت فيها هالإستمارة اليوم صار في عندك تقرير أولي موجود على الويبسار تفتيش مركزي في معلومات مهمة جدا على 77 إدارة من أصل 92 بعد عندنا كم إدارة ما تعاونوا على الطريق ما تعاونوا ما تعاونوا بعد مثل مين شو حجتهم هيك بالويبسار ما من تعاون أو في حجتهم في أوقات نقص الموظفين لديهم وما تنسى ليك هلأ في عنا شوية أزمة هالإبتسامتك مش دليل نقص الموظفين دليل شي تاني لا ليك لا شك نحن بوضع صعب كهرباء إنترنت موظفين رئيسي عم تبررهم عم بيكون عم تبررهم تعرف ليش لأنه نحنا بالزمانات في وزير ما قبل يستعب المفتشين مرئبين صح واليوم الوزير الحالي صحب المذكرات السابقة هيدا شو بدل ما بيصح إلا صحيح مين ما عم بيتعاون معكم سمي الإدارة ما عم بيتعاون معكم في بعض الإدارات بعض الهلاء عم بيقولوا ما عنا موظفين كافيين نقدر نحطوا ونتيكونوا عم بيعمل إدارات مدنية فقط إدارات ومؤسطة عامة بلدية ما بلاشتبع على الأجهزة الأمنية كمان لا مع أنه الأجهزة الأمنية مالية متخذة على تفتيش مركزي بسراحة الأمر معقد بهذا المطرح وهذا بعد ما وصلنا لأله نعم عم شوف هون كمان فيه موضوع التخطيط الستراتيجي صح عندك التخطيط استراتيجي 50% من الإدارات ما فيها خطط استراتيجي ما فيها خطط استراتيجي حق الوصول للمعلومات وهو الأهم افتكر أكتر هذا الرقم خمسة وخمسين بالمئة ما عندهم خطط بس رخبرك الباقي ينشو حطوا خطط ولكن لم تنفذ إذا بدك بعده قيد التحقيق يعني احنا اليوم رح نكون عم نكلف للمفتشي العامة الإدارية تعامل تضقيق وتحقيق للمساعدة برجع بقلك لأنه اليوم ما بدنا نلعب بوليس فولير مع الإدارات مش هذا دورنا مطرح ما فيه خلل وشكوى للمواطن أكتر من هيك حق المواطن مقدس أنه يكون عم ياخد الخطب العامة واللي بدي يبتز المواطن رح يكون فيه عم روحها آخر هاي المعلومات هي اللي عم تعطيكنيها الإدارة قد تكون لها السبب برنامجنا السنوي بالنفتشي العامة الإدارية رح يكون هيدا هو الهم الأساسي من خلال الجولات الميدانية رح يعملوها رح يكونوا عم بيدققوا كل هالمعطيات وهلأ عنا موضوع آخر براليل كتير مهم اسمه نظام تقييم الأداء المؤسساته والقطاعي بيشمل نفس الأمور السيد داني ولكن مع سكورينج معين يعني هالإنديكيترز هالمؤشرات إلى موازين لما اليوم نحن مقابل خليني أقول لك ركابة داخلية إذا عنا أو ما عنا منحط علامة آخر السنة بقدر يكون عم طلع متنا بقولوا رابار عليه أوزان في أرقام سنة الجي بنعمل بنشماركينج انتو كنتوا هون وجهناكم هنحن عمين توصيات فهلا بلق شوية وبالتالي نتيجة هالتوجيه انتو رتقيتو عم تحكي هيدا الأمر كله سوا شو هنا الفرص والتحديات المخاطر ونقاط القوة تعرف شو نقاط القوة بالإدارة اللبنانية واحدة وتسعين مبنى من كل الداتا اللي وسطنا كلهم عندهم برامج معلوماتية وعندهم انترنت هيدا بحث زيت نقطة قوة يبنى عليها هون بدنا نشوف كيفية تفعيل هالموارد كمان رئيس نشوف تقارير بصحف ومراكز دراسات وعلى التليفزيون عمرها سنين انه إجارات الأبنية الحكومية هالقد متندفع بالسنة بينما في أماكن فينا نجيب أوفر فينا نبنك إيام الخير صح أبنية حكومية في أبنية فاضية وأبنية من السأجرينا أبنية فاضية من الملكة وابنية كل هذه الموضيع يعني صار لسنين السنة ورا سنة ورا سنة بتجر وما إلى حلول الحلول نحن اللي منقدر نعملها هي المقترحات والتوصيات اللي منقدر نفعلها صانعي القرار صانعي القرار يعني مجلس وزراء والتالي هيدت هلأ حطينا توصيات مش بساك فيه توصيات رح نبعتها للإدارات شو هي للإدارات الإدارات رح نقلها متلا افترضنا يجب تفعيل العلاقة مع المواطن وين نظام تلقي الشكاوي بالإدارات العامة بيّن عنا في عنا عدد لا بأس به من الإدارات ما عنده نظام تلقي الشكاوي ليس التفتيش المركز هو المركز نحن يجب أن تكون رقبتنا هي نهائية مش بالمرحلة الأولية وهي عملا بالتعميم الصادرة عن رئاسة مشوزرة عام سبعة وثنين يجيكم إخبارات عادة كتير نحن عميين برجع أقول لك أنا كل شي عم بطلبه من الإدارات أنا عملته بتفتيش هلأ اللي بده يعمل إخبار على أي إدارة رسمية شو بيعمل أو أي موظف بينزل ويقدر ويبسايت تفتيش المركزي طورناه تاكسيري قبل شكاوي بارح الشكوى اللي اجتني على موضوع السرفير يلي مانو موافق إذا بدك للمعايير السيبرانية نعم اجت على سير على الويبس على 9 ساعة 12 بالليل قريته أنا وبالتالي هيدا الأمر كتير مهم كمان نكون عم نطوره بالإدارات نحنا اليوم بدنا إداراتنا سيجاوب وزير صحة مع هذا الموضوع نعم سيجاوب وزير صحة طبعا أنا حكيته تاني يوم الصبح وكان متجاوب وقال لي عم نشتغل على حل الموضوع أطلقته التشجيل على شبكة دعم خبرنا هيك باختصار بأن الموضوع عندي وزارك شؤون مش عندك بس أنتو عملين البلاتفورم عمشتور على البلاتفورم خليني أقل لك شوي هذا الموضوع هذا الموضوع بالعكس هو أنا بعتبره برنامج نموذجي ليش رحكونا يعني إذا بتعطيني وقت استطفيد فيه نحنا اليوم أكيد وقت اللجنة الوزرية اللي بيرأسها دولة رئيس مشروع وزارة والوزراء المال الاقتصاد والشؤون الاجتماعية السابقين اجتمعوا وقرروا أن يكونوا عم يعتمدوا منصة في التفتيش المركزي كانوا عم يطلبوا أنه هالبرنامج يكون تحت رقابة التفتيش المركزي وهذا الأمر مهم جدا هاي أول مرة بيكون فيها الأدى وضوح أنه نحنا بدنا نكون عم ننفذ ولكن بدنا رقابة وأنا بعتبره إتسي بلاس هيدا إيجابة فينا نضوي عليه نقطة تانية لما بدون يكونوا عم بيحطوا الشروط التنفيذية جلسنا معهم على الطاولة وكنا عم نشوف كل شرط عم بيحطوه لمعلومة معينة عايزين كرميل يعملوا الاستخراج وتصفية العائلات الأكثر حاجة كنا عم نحط قبالهم معايير الرقابة فأتى هذا البرنامج بطياته يحمل الشروط التنفيذية الموضوعة من اللجنة الوزارية والشروط الرقابية وصدر قرار تنفيذ للأنون 230 نشر بالجريد الرسمية وأنا بعتبره سباق هذا القرار لأنه نموذج واحتز به هذا القرار تضمن كل ذلك حطينا حماية البيانات مين له حق يوصل عليها مين اللي بيعطي عليها right of access حق الوصول هل يمكن الوصول إلى قاعدة البيانات الاسمية حطينا لا يمكن الوصول إليها نص صريح بأي ظرف وتحت أي شكل من أشكال إلا ضمن إطار قواعد الخصوصية يعني under EU standard of GDPR على بطاقة تمويلية أو على مساعدات التي تتأمن من خلال شبكة الدعم شو لازم يعمل لازم يدخل على الموقع ويكونوا عم يسجل وهون سجل معلومات معينة انتوا بعدين كيف تتأكدوا منا شغلتكم انتوا تتأكدوا منا شغلت مين هالبرنامج كنت بعدنا عم قلتك هو اليوم عم يتطور ضمن إطار هالمعاييري اللي وردت بالقرار المشترك وبنفس الوقت بلفط النظر انه هالبرنامج هالبورتل هو لبرنامجين لSSN والBCCT يعني برنامج دعم اللي مقدم تمويل فيه البنك الدولة والبرنامج بطاقة تمويلية اللي بعد لليوم ما عندها تمويل ولكن ايضا هون هلأ في عنا خبرية حلوة هذا الإطار كله سوا في نقلة انه اليوم نحن كاتف تيش مركزي عم نشرف على انه تكون البرمجة متوافقة مع كل الشروط التنفيذية الواردة ضمن إطار القرية مشترك وعلينا واجب نرفع تقرير نفس الفريق كده شفتناه بالفيديو وبنفس الوقت ايضا في نقل لك اشترطنا كل معايير الرقابة تكون واضحة وحتى نظام طلق الشكاوي وهي ده الشفافية بحد ذاتها اليوم عم نتلقى بالتفتيش مركزي حوالي 7000 اتصال يوميا عم بتم تحليل يوميا عند دايلي ريبورت بهذه الشكاوي والاستفسارات يلي عم تورط كل ذلك بهدف ماذا تصويب الخطوات التنفيذية يعني اليوم عندي مشكلة كتير مهم اسم الهوية هلأ اذا منفوت أنا وياك عداش بورت بتلاقي اليوم صار فيه 170 ألف عائلة قدموا في منهم بشكلوا 750 ألف إنسان في حوالي 250 ألف شخص ما عندهم هوية هذا أمر بحد ذاته لفتنا النظر فيه لدورة الرئيس ونفتنا فيه الوزر لوزير الشهور الاجتماعية لمعالجة طبعا عندك داتا فيك اسم داتا دريفن سوسايتي عم نحكي عن إن ريل تايم أوفرسايت هيدة قوة الرقابة المتزامنة مع التنفيذ شفت لو هذا البرنامج يتنفذ ونحن معه من رائب في نقلك اليوم بعد سنة ببير آه ليك في 500 مشكل لحن نعقبهم كلهم بدي أفصر نحبسوا كلهم ولكن الحق نهدر على أصحابه دورة تفتيش المركزة إنه نكون ضامنين ضامنين ومراكبين لحسن وصول الخدمة العامة هالمساعدة الاجتماعية اليوم لكل عائلة مستوفات الشروط وما يكون حدا ما توخذني لا عم بمننا ولا عم بيبتزها ولا عم بيساعدها بشكل أو بآخر أنه نحن عم نساعدكم أنت حتى اليوم لا تدخل البشر بمعايير الاستخراج لأنه هيدا برنامج بسمه data in data out 170 ألف يلي أكيد رح يزيدوا بعد كتير هؤدي المعلومات اللي قدموها كيف رح يتم التأكد من صحتها اليوم التأكد رح يتم على مستويين أولا نحن عم نشتغل through apis يعني برامج معلوماتية تحاكي برامج أخرى هيدا بيصير by system مع الإدارات المعنية خبير IT مش رأيس تفتيش مركزي بعد هالتجربة بس هيدا ضروريات للعمل للرقابة الرقمي اللي بدي أقلك هي أنه اليوم لأنه لازم أعرف إذا ما بعرف التفاصيل وما تعلمتهم في عندي نقص بكيفية التفكير ما بعد إلحق الشباب هنه نو عم بيحكون تكنولوجيا بالعكس هذا الأمر ساعدني قدر فكر معهم وساعدهم وقاطيهم البيجراوند القانوني والإدارة هون كتير مهم السيداني اليوم إذا حكينا مع مصرف لبنان حدا قال أنا ما عندي حساب مصرفي أو عندي حساب مصرفي حط الابان نمبر نحن رح نبعثه المعلومات ويقلنا نعم أو لا أنا ما بهمني أعرف شو معك أنا رح أسأل سؤال هل معك 10,000 دولار خرش أو ما فوق إذن هذا الأمر عندما يأتي فيه الجواب نحن رح نكون عم نعمل تدقيق معين شخص قضى خارج لبنان 90 يوم رح نعرف من الأمن العام لبناني إذا هل معلومات صحيحة أو لا شخص عم بيقول أنا عندي سيارة وهو عنده ثلاثة رح نعرف من هقي دار السيار زيارة للبيوت هيدا على مستوى التدقيق اللي تفتيش مركز رح يعملوا هلأ على مستوى التدقيق يلي هو رح يصير ميدانة WFP فيما خاص برنامج ال-ESSN رح يكونوا عم بينزلوا ويزوروا كل العائلات يلي رح تستوفي شروط التأهيل فهون بقول كمان للمواطنين ما بدنا حدا نغش وهون بدنا نقول أنه في أماني بالموضوع أنا ما بده غش على حسب غيري يمكن أنا وضعي أحسن من غيري ما بدأ أخذ من دم حدا فنحن اليوم ما ننسى أنه في كتير عائلات محتاجة للأسف كلنا صارنا محتاجين ولكن في أولويات وهالأولويات نحن بدنا نكون عم نضمنها لهذا السبب حطينا مبادئ خمسة ووردت بالقرار وهيدا اللي حطينا على كل صفحات من وقت ما بلشنا من أدار 2020 شو هنن عدالة مجتمعية مساوية في التوزيع اثنين شفافية مش هنالك فتحين مثل ما بقوله open data ثلاثة الأمن وخصوصية البيانات اللي شرحت عنها اليوم بأوجير وصارت موجودة ومتوفرة ومقرشفة ومشفرة وفضل عن ذلك ثورت بارتي عمر إبنا يعني شخص ثالث شركة مختصة عالميا عندها خبرات عالمية شركة بوتاك ورابعا هو المسائلة وهون نحن حطينا وورنينج بقلب الاستمارة أنه عم تتعامل استمارة تحت رقب تفتيش مركز كل من رح يكون عم بغش رح يكون excluded بلس رح يكون في ملاحقة لأنه نحن منعتبر هيدا مطرح واجع الناس ما بدنا نزيد واجع العالم أكيد قلت أنه في خبرية حلوة بموضوع البطاقة التمولية شوية اليوم الشفافية إذا تبينت لمسأ المجتمع المدني كل مواطن لبناني والمجتمع الدولي هيدا الشيء ما رح يعزز الثقة أنه لبنان بدأ يرتقي إلى مستوى الثقة أيضا بعيون الانترناشنل بعيون المجتمع الدولي أنا بقل لك أنه هذا الأمر رح يحمل المجتمع الدولي والبنك الدولي أنه يرجع يكونوا يفكروا بإمكانية إعطاء أيضا مال جديد كرمال يكون موصل لـ 230 ألف عائلة فيه نقلك شيء ينشغل فيه وينحكف فيه نتيجة الثقة التي يبنوها تبعي على صفارات على منظمات منحة أنا اليوم كتبت أنا أول ما بلشت بس تتعرف كتبت شيء اسمه Goal Project Governance Oversight and Accountability for Lebanon Project كتبته أنا ودكتورة كارول وقدمت هذا البرنامج لعدة لكل الانترناشنل أخذنا دعم ولكن دعم دعم خدماتي من الـ أمباسي أخذنا دعم يعني لبنانيين أنه يكونوا يجوا يساعدونا تنبني استراتيجيتنا تنعزز طاقاتنا تنبني أدراتنا هذا شغل في كلفة نحن 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 شوفي درقة الدولة لا في ورق ولا في حبر ولا في شيء أنا البدي أقل لك ونحن عم نشتغل من حلاوة الروح ومن لحم الحي تعرف شو هالكلمة بقلوها وعم نشتغل على بعض عنكم ورق لا تعمل تقارير مثلا عنكم ورق بصراحة نحن عنا ما تبقى من اللي طابعينه يعني ما نطبع هلأ عندي المحبر اللي بتخلص يعني وقفة البلدر تطبع وجوه عنا مشكلة لش عنا ميزود عنا نقص بالميزود هلأ من يومين التقى شخص يعني بوجهه للتحية ما بده يذكر اسمه إجرى قدم لنا اتنين تون ميزود بصراحة وإلا كنا وقفين خلاص يعني هيدا الموضوع عم نعاني فيه نحن هلأ وعنا مشكلة برجع بقل لك بس هيدا الموضوع خليني قل لك بس نحن شو إيجانا دعم لأنه هون فيه لغط شوية عند الناس نحن لم نتلقى دعم مالي من أحد بس لما قدمت جربته تطلقوا محدة ساعدكم بصراحة أنا ما بدي أخد دعم مالي من أحدا ليش لخي نحن بلبنان أنا بدي الأهم من المال من جهة كرجية بدك قل لك شو أهم من المال أهم من المال هو البرين ذهن الفكر بناء القدرات أهم بكتير نحن بتعرف الأكسبورت اللي أجونا اليوم من خلال الدعم اللي أجينا من الحكومة البريطانية شو عملنا فيه أهلنا كل المفاتشين بالتفتيش المركزي وكل الموظفين على كل الأنظمة المعلوماتية أكسل وورد باوربوينت تعرف ده شو هده هده ثروة بلس عملنا اليوم بناء قدرات مع الأكسباتيس فرانس اليوم من خلال كمان نتشكر الخبراء اللي أجو عم بيجو عم بقدر فكر نكون عم نوصل هالبناء القدرات لمختلف الإدارات هده الأهم بكتير المصاري ليك الكمبيوتر خيص اللي بيشغله أغلى الفكر اللي بيرسم شو بدي من هالكمبيوتر هو اللي بهمني لهالسبب أنا بس بحب ضوّع النقطة لأنه أثير كتير بالإعلام وأنا ما بجاوب أنت بتعرف أنا بقلهم نحن لم نجب ولكننا أجبنا مهم كتير أنا مش معناية تلاصة محلة بشيل دينتي عن شو عمل حكا ولكن ما بساجل لأنه بعرف أنه عم بشتغل صح بس باخد كل الاعتبارات وبحاول طور وحسن وحصن وطمن كل القلوب لكل الفركاء في لبنان كلهم بيعرفوا رئيس تفتيش مركز القاضي جوجعتي بشتغل للإدارة اللبنانية فقط وللإدارة اللبنانية وللبنان فقط ريس إذا عندك كان الإمكانيات خلينا نرجع لموضوع مكافحة الفساد لو كان عندك الإمكانيات والفريق العمل الكبير شو كنت بتعمل على صعيد مكافحة الفساد بصراحة بنا عمل كتير إشا أنا بدألك اليوم أنا عندي تمني عندنا عشرين موظف بالإدارة اللبنانية رؤسة دوائر طالبين نقلونا على تفتيش المركز صارنا ستين ونص بس البيروكراطية الإدارية ما عم تخلينا نوصل كان ما في حكومة والقرار بدو ماش وزراء وهلأ نحن نرجع نجيب موافقات كل الوزراء علما أنه كان معنى موافقة سابقة فهلأ رح تواصل مع كل الوزراء عن جديد واطلب منهم أن نجيب أكدوا على توقيع الوزراء السابقين لنقدر نجيب عشرين مفتش للمفتشين العام المالية استزداني فينا الرئيب اليوم لبنان كله ماليا بعشر مفتشين ماليين أكيد لا أنا اليوم بدي طاقة شبابية جديدة وهيدول الموجودين رؤسة دوائر بالإدارة اللبنانية شايفوا أنه التفتيش المركزي عم بيكون مقدام وبالتالي حبين يكونوا عم بيساهموا ببناء وطنهم نحن اليوم بحاجة لإرادة أول شي بحاجة لأنه ما نحبط أنا وإياكم نقوم عبكرة محبطين أنا عبكرة برجع أقول بتكلع الله وبقول يلا نهار جديد بدنا نبني هالبلد سوا عندي مطمع واحد بدنا نخلي وليدنا بهالبلد مجبور نعم الإدارة بتوافق تطلعاتنا وبتخلينا اليوم نفرح نلاقي شي راكة سيدنا مش حلم ما الإنسان إذا ما بيحلم ما بيحقق شي ما بتخيف بكرة بعد كم سنة بس أطلع عالتقائع وتقول أنا شكت عم بعمل تعيش وهم أنا أكيد جرب جرب ما قدر تعمل شي أنا أكيد أنه لليوم حققنا هالحلم يلي عم نحكي عنه نحنا سمحققين منه الخطوة الأولى الأصعب نحنا اليوم من عشرين عشرين أدار لليوم نحنا بنينا أهم منصة رقبية راح تعمل ثورة بالرقابة الرقمية بالبلد تذكرني أكيد ونرجع مرة جديدة يعني نحيي كل اللي يشتغلوا معك كل اللي عوانو خصوصا المتطوعين وحتى الموظفين لأنه بهالأيام حتى اللي عم يقبض معيش كأنه كأنه عمل تطوع أنا بدي وجه تحيي لكل الموظفين بالإدارة ميكاكوليا اللي هو عن جد أمين على عمله وعلى وظيفته وما عم بيتساءل على الناس بهالفترة الصعبة يعني ما ننسى كمان أنه هالناس إلى حق عنا وأنا هون بدأ كمان معك مرة جديدة الرابطة اليوم أنا معهم طالبهم ومع وجعهم وهن بيعرفهم أكتر حدا بس أنا معك بس مش الناس تدفع التمن وأنا برجع بقول مثل ما الموظف بيقول أنا عندي حق بأن أضرب هل بيقبل اليوم المصعف الصحة إذا موجود بمستشفى حكومة يأضرب وهو يحامل أمه أو أخته أو ابنه على المستشفى مثل ما هالمصعف الصحة كان عم يحط بكورونا حياته تساعد المجتمع نحن ويش بيتنا اليوم نضحي لنخلي الإدارة واقفة على إجراء لأنه يوم القيامة قريب إن شاء الله يا رب بتشكرك رئيس التفتيش المركزي القادي جوج عطي ومنحي كل موظف غير فاسد غدا جمعة إلى اللقاء موسيقى